السلام عليكم متتبعي ومتتبعات قناة المجهد حليمة اليوم جيت نحضر معكم واحد القريسات ساهلين ماهلين والغالب في الأمر زوينين وهي الشاش وش غادي نقول لكم ما فيهم لد ليك لعليك وكيوجدوا بسهولة وبسرعة أنا غادي نعطاكم المقادير وغادي تتبعوا عليهم وان شاء الله هدي ستقوليكم مئة في المئة مهم درت كيلو ديال دقيق او قدامكم اره كتخرج بزاف كيلو ديال دقيق اره كيخرج بزاف حيث هما كيعطاو كيمية كتيرة انتو ما ديروا نص كيلو الاكن تلاحظها بعدد الأفراد اللي عدتكم وم كيلو ديال دقيق غادي ندير معلقة دي الخمير دي الخبز ومعلقة دي النافع كينا معلقة دي الزبدة دي الدرية اخر حاجة دك الشي هذا والسر اللي فاد القريسات الزبدة الدرية الاخرانية كينا الفاني والخمارة كينا بيضاء وكينا زيت المائدة نص كاس وزنج لانوشوفال التزين ولا اي حاجة لوز كوكاو اي حاجة متوفر عددكم للتزين ديروها درت واحد الكاس ديال المزهر اختياري انا كعجبني فيهم المزهر وعجنتهم بالمعادي يعني ما فيهم لا حليب لا لا تشي حاجة هنشوفوا كيف ما تشوفوا بنسبة السكر والملح ما ذكرتهمش هادو كيبقوا على حسب الدوق ديالكم انا السكر درت فيه كاس ديال السكر ديال العنبة عامر مزيان والملح درت معلقة صغيرة ديال الملحة بالنسبة للسكر ما كندرش سكر بزيف ماطور ديال هذهămبار والملحت بزيف ولمحوم السكر دل الم geliyor اضمت بيضاء وللهم جميع المقادرة الرجل الكزمن يجتمز هادوكي حسنا هذا الزيت كذب قمتز بوصاب ديالهم ثلات المعالق ومع القضية النافع ومع القضية الحبة حلاوة ومع القضية الخميرة ديال الخمس مهم مقادر اللي درت رانا وريتهم ليكم الفانين الخمارة البيض الزيت النافع الجنجلان الملح والسكر ايو صافي هاتش اللي درت بالنسبة للزبدة هادا هادا هو السر في هاد القريسات باش بلا ما تبقى يدلكي وتعلكي وتخرجي بتعرقي معهم هذا هو السر الزبدة خصدر اخر حاجة بعد ما تجمع العجينة هاد كنزيدو ذيك المعلقة ديال الزبدة والزبدة ما تخافوش منها وخدروا قاعدة كتر من معلقة ارا كتورق وكتفشفش العجينة مما هي العجينة ديالها جمعتها بالماء بجمعتاش بشي حاجة اخرى من غير الماء بل ما فقط ودرتها مرخوفة شوية مهم ها انتي ماش بعد ما جمعت العجينة هادا زدت اذيك المعلقة ديال الزبدة غادي اندهنا فيها ونعطيها شوية ديال دليك غير شوية اراها ما دليكتياش بزيف اشتياد دليك اللي دليكتها قبلتكم ما دليك اللي دليكتها يعني ما عطيتها ديال دليك ارا ما تعلق فيها غير شوية دخلت فيها الزبدة وجمعتها ودرتها في مميكة خليتها تختامر بعد ما تضعف الحجم ديال بديت نقرس فيها هايا دبصة في غادي نغطيها ونخليت تختامر شوفوا العجينة كيف رطباء وكتجبد غادي نغطيها بميكة حيث البلاستيك كيخليها تزيد تدلك يعني بلا ما تبقى تضرب معها تعمارة في دليك غادي نغطيها من ده بيختامروا ومن بعد رجع لكم القرسة ديالي من بعد ما خمروا ها هوا ما شوفوا العجينة كيف رطباء من الضعف الحجم ديالها هنتون ما شوفوا شوفوا كي رطباء هذا هو استرف هاد القرسات سوف يدهني تدك بشو ديال زويتها وقد تقرسهم شكيلة ديالي بغيتي بغيتي تديري شنيك كيجي بيهم شنيك زوين كيكون معمرين بالزبيب والكون فيتير كيجيو زوينين ولا بدك ليفخوي كيجو فنين هاد العجينة هادي كيجي بيها شنيك القرسات كل شي كل شي كيجي بيها غزال كيجو فنين مهم درتهم هكا طوال ودرتهم ضايرين ودرتهم على شكل غريدة يعني قطع ذاك شي غير عشوائي وغادي شك ديك شي زوين درت شهدة اي حاجة المهم هادي ها غادي تستقلكم مئة في المئة هالطريقة ديال العجينة هادي غادي تشكروني عليها اللي يجربها غادي يقول لك رهاسات قامية في المئة والله الحاديم إلا هادو هم المقادر اللي كيندر في القرسات ديالي انا هنجو ما دابك بالنسبة للشوكورة عبتاني اختياري بغيتوا تديرهم غيرها كك صفيرة كيجو غيرها كك حسن بحال هادو البنات كنديرهم في البلاد عدنا كنديرهم في الفران ديال العواد كيجي ديك شي هائل كيجو غزال وبنين ورحة العواد بلا شكلات بلا ويلو كيجو فنين نديرهم كبار بالنسبة لكم البنات متكبروش دابا القريسات حيث كيزيد ويكبر الحجم دياله مراوخا كنديرهم دابا صغار عا تشوفوا النتيجة في الاخر راه كيوليوا كبار ومفشفشين يعني هي العجينة لكيضاعف الحجم على ثلاثة ولا على ربعا دلمرات أنتو ما غاديتشوفوا معاي حتى الأخر مما ومم بعد ما قرستم شوف حدرتهم طوال شوية وبركت عليهم بالموس قطعتهم غير عشوائي يعني ليس شي تقطيع على قلسة كنزوق فيها قطعت من هذا الجم صفي كندهام بالبيض وكنزين بالنسبة للتزين انا اختارت الشوفان والجنجلان ونتم لكم الاختيار تزين انتموا اختيار لكم بل تخلوهم غير هكك حيث ما اصلا فيهم من الداخل فيهم جنجلان فيهم نافع فيهم حبة حلاوة والذي يريد ان لا يقوم بها لا يقوم بها البيض والزيج والزبدة والخمار والفاني على حساب ريحت الزفر ضروري يجب ان اضعوا قشرة الليمون والقشرة الحامض نسبة للنافع والجنجلان هذا اختياري انتم لا يريدون انتم اضعوا من قصة منهم او لا يريدون انتم اضعوا القريصة اضعوا بالبيض انتم بشوفان والجنجلان شوفوا كيف جاءوا خرجوا لي بزف بزف البنات خرجت لي واحد الكمية هائلة انتم ما درت شوية شهدة اضعوا شفوا وهذه الطباء اخرى اللي صوقتها شوفوا بعد ما اختامروا شوف الحجم حتى haze buying a better اخبزهم طيبهم وارجع معكم بعد ما اختامروا يضعفوا في الحجم بزف شوفوا هذو كلامه غير شوية ما اخبزه اطيب انتم اختامره امرا غادي تجربهم وغادي تشكروني عليهم بلا ما ادلكم ما كنقولش لكم اعطيوهم دليك ولا اعطيوهم صفي جمعتي العجينة قديها اغطيها بلاستيكة خليها تخمر رجعي قرسيه وصفي اهم حاجة هي الاختيمار تخمر المرة اللولة والتانية همهم بعد ما وجدوا معايا شوفوا كيفش كيجوا البنات هائلين فنين قادي عجبوكم جربهم على حسابي كيجوا مفيش فشين ثلاثة الانواع ثلاثة تشكيلة ديال لان انا دايما كنوجدهم هادو دايما هادو ما هم المعتمدين عندي يعني ما كندير شي مقادر اخرى ولكن دارو قريصة بلديين اللي قدت لكم كنديرهم بعض المقادر هادو كنديرهم قريصة بلديين في الفران عادي راه مفيش فشين راه تليفون ما صورش ليدك شليك خصو يبان تليفون وخا درت الاضاءة وهذا ما صورش ليا مهمتوا ما شوفوا غير يدياك فيش كنديلاك شحل مفيش فشين وشحل زوينين راه نتيجة بينا قدام عينيكم وتشكيل كي جزوين وراقي راه يبغيهم صغار يزيدي صغار حيث هما كيتضاعفوا في الحجم ديالهم كتولي تبرك الله كل وحدة يا وحدة بالنسبة للشهدة ها هي وجدت معايا انا قدرتهم من تسعين لابعدياتهم قدرتهم شو مضايقين وهو كاكورا تجمعوا كتبغيتهم يجون فرقين ولكن العجينة راه كيتضاعف لحجم ديالها شوفوا كيفش كان دير العجينة وكيفش كان تفشفش معايا هنتوا ما شوفوا هذي كل يدرت فيهم ذيك الحقيقات الوسط ديال الشكلات وهذي كل يدائرين كي جو تبرك الله مفيش فشين وزوينين كنت مننا اللي تجربوهم وتدعموني في قناتي وما تنسونيش من اللي لايك ديالكم والبرتاج مع الأهل والأصدقاء والأحباب ورأينا اللي حطت لكم شي حاجة في القناة اللي لو كان حطها ناجحة مئة في المئة جربوها بعينيكم مغمضين وغاتلت الصدق هنتوا ما شوفوا هذيك الدايرين تاوما كيفش جاو اللي درت لهم من الأشكل وريدة تاوما جاوهم فشفشين وزوينين والله يلك الشهية والبنات كنت مننا تجربوهم مهم أشكل وأنواع من القريسات خليتكم البنات على خير نتمنى تدعموني وتبرتاجي والقناة ديالي مع الأهل والأصدقاء والأحباب ديالكم ويشتركوا عندي كنتمنى لكم يوم سعيد أيام كلها سعادة إن شاء الله مهم الغريسات ديالي نجحين مئة في المئة والنتيجة قدم عينيكم يعني كل شي قدم عينيكم ما كدبتش عليكم متو ما ديروا اختيار ديالكم اللي بغيتوا تديروا في الشكل أنا درت هات شكيلات هادو متو ما اختاروا الشكيلات اللي بغيتو ومع السلامة نهاركم بروك اشتركوا في القناة